هاخدك على تصريح من سيادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة بأنه معالي وزير الخارجية سيد سامح شكري رايح على نيويورك للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن سدد الله خطى والله العظيم طبعا تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط واللي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن في الشهر الجاري سيد سفير أحمد أبو زيد الحقيقة وضح وقال أن وزير الخارجية هيلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن ممكن من عندي يعني حقيقة أنه بيانات مصر أو بيانات الخارجية المصرية الحقيقة ولا أبدع أو أروع أو أعظم حقيقي بأمانة شديدة يعني والعالم كله أصبح بيتحدث عن بيانات وتصريحات الخارجية المصرية طيب فمعالي وزير الخارجية هيقول بيان مصر قدام مجلس الأمن في جلسة يوم الثلاثة بكرة 24 أكتوبر طبعا علينا جميعا مراعاة فروق التوقيت عشان نقدر نتابع الجلسة كويس وهيستعرض وزير الخارجية المصري رؤية مصر وتقدمها آسف وتقييمها للتصعيد اللي بيحصل في غزة أو بالتحديد تجاه قطاع غزة التصعيد يجتي باتجاه واحد قتل أهالي غزة مصر هتطالب في بيانها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والجهود اللي مصر بتقوم بيها من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين مصر رفض سياسة العقاب الجماعي دي جملة وتفصيلا موقف واضح جدا زي ما موقفها الواضح جدا وصول المساعدات زي ما موقفها الواضح جدا حماية المدنيين زي ما موقفها الواضح جدا هو إنه الإنسان إنسان مصر قالت المساعدات هتوصل بشكل مستدام وده جزء من كلمة معاني الوزير سامح شكري طبعا بخلاف الجهود المصرية لاحتواء هذا الصراع والتحذير يعني بيان الغد بإذن الله اللي هيلقيه معاني الوزير سامح شكري فيه التحذير من مخاطر امتداد هذا الصراع واتساعه لمناطق أخرى ومن ثم خروجه عن السيطرة ولا تحدثني عن الأمن والسلام العالمي فيما بعد لو الحكاية اشتعلت أو استمرت في اشتعلها في القطاع بالشكل ده لا أحد يأمن على نفسه لا جنوبا ولا شمالا أزيدك من الشعر بيت ولا غربا لازم الكل يبقى شايف إنه العالم أصبح أصغر كثيرا من الحرب العالمية التانية أصغر بكتير وبالتالي اتساع دوائر الصراع في منطقة شديدة الاحتقان للأسف دائما هي الشرق الأوسط هتشعل العالم